اكيد مباراة مهمة مباراة الاهل والاسماعيلي مواجهة اكيد مرتقبة صعب انك تتكاهن نتجتها لكن الاكيد انك هتشوف مباراة ممتعة كعادة مثل هذه المباريات مباريات من طابع خاص مش عايزين فريقنا ينخدع بالنتائج السيئة الاسماعيلي في الدوري الفترة اللي فاتت الاسماعيلي فريق كبير فريق محترم بيمتلك عناصر جيدة ممكن يحسم اي مباراة يمكن كل الجماهير المصرية النهاردة مختلف انتماءتها حريصة على متابعة مباراة الاهل والاسماعيلي فاكيد هنستمتع بصهرة كروية ممتعة وجبة كروية دسمة على رأيي طبعا نجمنا الكبير ميمي الشبين ربنا يديره الصحة نعنا واحد من ابرز نجوم النادي الاهلي اللي طبعا قدروا يحقق انجازات كبيرة مع النادي الاهلي وحصدوا يمكن العديد من الانجازات هيكلمنا برؤيته هو التحليلية ونظرته لمواجهة بكرة الاهلي والاسماعيلي مباراة مرتقبة برحب بيك يا كابت محمد اهلا بيكم اهلا بيكم دايما ببقى موجود معاكو في الاوقات كده الصعبة وقبل المباراة طبعا المهمة اللي هي يعني فيه مباراة بتبقى محطات كده سواء في بطولة الدوري او بطولة افريقيا طبعا مباراة الاهلي والاسماعيلي ايا كان مستوى الاسماعيلي من اول الدوري مستوى طبعا كلين شاكينه مش هو ده مستوى الاسماعيلي ولا هي دي لعبت الاسماعيلي انما دايما النادي الاسماعيلي هو نادي الاسماعيلي قدام النادي الاهلي المنافسة الطبعية كله بستنفر الهمم أمام النادي الأهلي سواء لإسماعيل أو غير إسماعيلي فما بالك بقى لإسماعيلي إسماعيلي الفترة الأخرانية ابتدى كيرف يطلع شوي يعني شفناها قدى مباراة كان عامل مباراة كويسة مع نادي زمالك ولو إنه طبعا خسر المباراة إنما كانت مباراة كويسة قدى بطريقة كويسة الإسماعيلي مستني مباراة يعني يفوق بيها ويرجع شوية حسن من وضعه في الجدول أكيد المدرب بتاعهم اللي أنا شايفه مدرب كويس يعني هيتك على حتة أو هيتكلم مع العيبته إن أنتوا تستغلوا الضغوط على العيبة نادي الأهلي بعد المباراة الأخيرة اللي هي الإفريقية فيتا كلاب فيتا كلاب طبعا نادي الأهلي تعادل المباراة الأخيرة أيا كان بقى الأداء بتاع النادي الأهلي فهو حط نفسه في موقف صعب بالنسبة للمجموعة وضغوطات على اللعيب وعلى الجهاز وعلى الناس كلها وبالتالي مباراة الدوري أو مباراة الإفريقية ما بتتجزأش كلهم بطولة وكلهم مباراة واحدة في سلسلة ما نفعش تبقى ماشي في الدوري وحش وتبقى ماشي في إفريقيا كويس أو ماشي في إفريقيا كويس وفي الدوري وحش فبالتالي النادي الأهلي برضو عايز يصالح جماهيره عايز يطمن جمهوره على اللقاء اللي بعد كده اللي هو مع فيتا اللي هو مباراة طبعا صعبة فلازم يبقى مباراة بكرة أداء كويس ونتيجة كويسة وأهم حاجة ما نشوفش المنظر اللي شفناه المباراة اللي فاتت بتاعة إضاءة الأهداف كم الأهداف الكبيرة طبعا أنا عايز أتكلم بس في نقطة هانيا وسهام يعني الفترة اللي فاتت اللي هي بعد ماش سيمبة النادي الأهلي خسر فيه دنيا تقلبت والنادي الأهلي وخسروا وعملوا البطل ومش البطل طبعا ما فيش فرقة في الدنيا ما بتخسرش فيش فرقة في الدنيا أكبر الفرق بتخسر وبتبقى برضو بالذات أو بالتحديد بعد البطولات الكبيرة اللي بتحصل عليها بيحصل كيرف بينزل شوية نتيجة الحاجات كتيرة غزبا عن العيبة احتفالات وإحساس أن أنت وصلت لقمة حتى على مستوى البايرن يعني حتى بعد بطول الكاس العالم الأندية ويحصولوا عليها حتى في البوندز ليجا تغلب مباراة وتعادل مباراة أنت شفت هاني يعني حد يختلف على ليفرهول لا طبعا لعيبة ومدرب وبطل الدوري السنة اللي فاتت الإنجليزي مكسر الدنيا مكسر أي حد واخد البطولة البطولة الأوروبية يعني ما فيش أكتر من كده اتغلب ستة أو سبعة مطشات يمكن على أرضه السنة وشوف بقى حالة يارجن كلاب عملت زي وحالة محمد صارح عملت زي مثلا ليفر بول مثلا ما بحبش فريتو وتكسب ولا ما تتغلب ما الدنيا ما قمتش وما كسرتش وما غيروش المدرب لأن الناس دي بتفكر عمل شوية حاسة أن الكرة فيها لازم يعني ده أساسي في كرة القدم في أي لعبة في الدنيا أن الكرف بتاعك بيوفصل للقمة ولازم يحصل منحنة شوية النادي الأهلي في المنحنة ده بس اللي أنا عايز أطمن عليه الناس أن أنت تقلق وتخاف من حاجة لو فين هيار في الفرقة لو أنت بتنزل ما بتوصلش للجون اللعبة مش أن ترفع على رجليها ما فيش أداء دفاعها مخترق الكلام ده كله إنما المطش اللي فات أنت يعني بضيع فرص كتير جدا جدا وضغط على الفرقة التانية يمكن أنت اللي ساعدت الفرقة التانية على أنها تبقى كويسة نزبوط ترجمة نانسي قنقر